ترجمة نانسي قنقر ونهارة ده كده نفكركم بالمنهة كله ونلم الدنيا مع بعض عشان لما تيجوا تحلوا نبقى فاكرين الدنيا عندنا كنت بتتكلم عن ايه عندنا اول حاجة في يونت 5 الكلمات كانت استرانومي نافيجيت نافيجيتر ده طبعا الشخص واللي فوق الفيرب ذات نفسه كانو اللي هو القارب الصغير اللي بيستعى شخص واحد بس تنت موتور بايك لما حد بينزل تحت المية بيحبس انفاسه او لما تبقى حاجة مثلا يعني مرعبة مثلا حاجة دي كده فنقول حبسة الانفاس مودل سبيس شاب يعني مجسم او مثال للسفينة الفضائية فنز زعانف كلينينج وايبس مناديل المبللة امباشوس طموح شخص طموح ده نوع من ده نوع من الكوارث الطبعية لما بيحصل انهيار جليدي لبقى مثلا جبل وفيه في الاخر فوق جليد او جبل كله جليد ويحصل فيه زلزال او الكتل الجليدية دي تنهار فكلها تنزل للقاعة تحت فاسمه العمود التاني منبهر بشيء معين البحارة البنانسولا دي عكس الايلاند الايلاند او الجزيرة عبارة عن قطعة ارض محاطة بالمية من كل الجهات اكيد خدتوها في الدراسات البنانسولا في المية من تلات جهات وجهة واحدة لا ليشبه الجزيرة بانكر موظف في البنك كوكر بوتجاز وطبعا تمشي الشخص ذات نفسه اللي بيطبخ انسباير يولهم كراتش اللي هو العكاس لو حد مثلا رجله مكسورة لقدر الله بيستخدمه سبيس سوت بدلة الفضاء كورس منهج او دورة ماراثون بايوغرافي بايوغرافي صيرة ذاتية عن شخص ما باكتب عن نفسي باكتب عن حد تاني بس باكتب عن حياة شخص معين فتبقى بايوغرافي اتاتش تو بتعلق بشيء او مرتبط بشيء معين بايز كام المخيم الرئيسي برانش فرع بتاع الشجرة او غصن بتاع الشجرة او فرع مثلا الشركة يبقى ليها فروع في عدة دول فدي برانش كراك بيبقى فيها شرخ او كسر بريتند يتظاهر بشيء بعد كده عندنا تعالوا نشوف الاول تعالوا نكمل بتاع يونة 6 وبعد ناخد الجرامر اللي اتنين مع بعض اه يا محمد صف سيدس كورنكت بلوس يونة 6 كان عندنا جراج سيل وده كنا بنعمله او كان بيعمله برا لو عنده حاجات مستعملة او حاجات قديمة ما اش بيستقدمها حاجات مش محتاجها مش بيرموها بيعملوا حاجة اسمها جراج سيل او لو عندهم ساحة كمان يارد عندهم جنينة او حاجة بيحطوا فيها الترابيزات ويعرضوا عليها الحاجة ويعملوا صاين او لافتة برا ان فيه هنا معرض ويبتدوا هم يحددوا الاسعار وهكذا equipment معدات responsible مسؤول vaccination ده التطعيم او المصل وده اللي بيقينا من مرض معين editor ده المحرر او رئيس التحرير volunteers متطوعين بيعملوا الحاجة for free بدون مقابل hatch القفص بتاع الارنب دي اللي كانت في الستوري check on يتفحص شيء او يتطمن عليه newspaper cheetah ده الفهد طبعا india indians الهنود barn دي الحظيرة fall فصل الخريف bamboo النبات اللي بيكلوا الباندا shade dill journalism الصحافة لكن journalist صحفي breaking news اكبار عاجلة زي مثلا ما تكون بفرجوا مثلا على مسلسل او حاجة بفرجوا على مسلسل او فيلم وحاجة عاجلة في العالم تحصل فيروحوا وحطينها breaking news يعني اكبار عاجلة staff اللي هو تقم العمل في شركة معينة sociable شخص اجتماعي peaceful هادي او مريح promise يوعد investigate يتحقق يحقق في شيء tug of war اللعبة بتاع تشد الحبل school science fair معرض العلوم school talent show عرض للمواهب school bake sale معرض للمخبوزات giant panda اللي هي الباندا العملاقة news summer international دول كانوا unit 5 و 6 الهم الكلمات اللي عندهم نيجي بقى لجزء مهم جدا في الجرامر وخلوا بالكوا لانه بجد الجزء ده بيضايع درجات لو مزاكدناهوش كويس phrasal verbs phrasal verbs عبارة عن verb بعد حرف جر بيغير معناه او بيدي معناه تاني خالص c لوحدها معناها يشوف لكن c of يودع طوقة فضالت طوقة فضالت طوقة فضالت طوقة فضالت طوقة فضالت طوقة فضالت او انا بعته لالتيتشر بس حاضر هأكد عليها تبعته لكم على الجروب او هبعته لكم انا على الجروب اول لما خلص حاضر او ميشي هبعته على الجروب الصباحي وهفكر تيتشر امنية تبعته لكم او تيتشر فاطمة فخلوا بالكم انجوز الفريزال verbs ده عشان بيجد الموضوع بيلغبط وفي نفس الوقت بيضاع درجات wake لوحدها wake لوحدها يقوم لكن wake up مستيقظ يستيقظ figure out زي discover يكتشف drop off يوصل شخص لمكان ما يوصله للمطار drop لوحدها معناه يوقع pick up يتعلم شيء fill in يملأ الاستمارة put away يرجع الشيء مكان فخلوا بالكم من الفريزال verbs ده علشان بتلغبط فانتو لو حفزتوها يبقى الموضوع سهل جدا تعالوا بعد كده عندنا آآ تاني حاجة كان بيتكلم عنها هو ال passive وال passive اخدناه في كذا زمن تعالوا نشوف الاول او نفتكر الاول ايه هو ال passive احنا عندنا اول حاجة الجملة العادية اللي هي ال active المبني للمعلوم المعلوم اوكي بتتكون من subject اللي هو الفاعل وبعدين verb الفاعل وبعدين object المفعول اي جملة في الانجلش ايا كانت زمنها بتتكون من التلات اجزاء دول فاعل فاعل مفعول دي كده active active يعني الفاعل بتاعها معلوم انا عارف هو مين مين اللي عمل ال verb ده طيب ال passive بقى عمتا بيبقى الفاعل مجهول او جاي في الاخر ليه مش مهم او بديهي او مش لازم اقوله لما نيجي نعمل الجملة passive بعكس الترتيب هبتدي بالobject اللي هو المهم انا ليه ببتدي بالobject او ليه اساسا عملتها passive علشان الobject المفعول اهم من الفاعل او الشيء اللي حصل اهم من اللي عمله فهبتدي بالobject وبعدين بعد الobject لازم يبقى فيه verb to be ايا كانت زمن دي مبدئيا دي اساسيات لازم يبقى فيه verb to be وبعدين التصريف الثالث بتاع الverb التصريف الثالث بتاع الverb اللي كان فوق التصريف الثالث وبعدين في الاخر خالص ممكن احط buy والsubject او ممكن لا عشان كده احطها لكم في بين قصين buy والsubject اللي هو الفاعل ممكن او ممكن لا مش فارق كده فهمنا ايه هو الpassive عمتا الpassive ان انا ببتدي بالobject عشان هو اهم من الsubject اهم من الفاعل تمام تمام طيب الobject طبعا هنحدده على حسب الجملة verb to be الوحيد اللي بيتغير على حسب زمن الجملة يعني الجملة لو عندنا في present simple يبقى verb to be هيبقى am او is او are لو عندنا الجملة في past simple verb to be ده هيبقى was aware طبعا الpp التصريف الثالث ده هو موجودة عندنا في الجملة في الverb اللي فوق اللي بجيبه من عندي هو verb to be فلازم أبقى عارف زمن الجملة لو الجملة present هيبقى verb to be ده am او is او are الجملة past زمن verb to be هيبقى was aware طب الجملة future verb to be هيفضل be في المصدر كلمة be سهلة كده فverb to be هو اللي يتغير على حسب زمن الجملة بقيت الأجزاء سبتة كده لم تلكوا الموضوع كله بحيث ان انتوا ايه just هركز في زمن الجملة عشان اعرف verb to be اللي هيتغير لكن الباقي انا بجيبه من الجملة الأساسية تمام تعالوا 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 بقى نشوف اول حاجة اللي هو في present simple present simple يبقى verb to be هيبقى am او is او اهو يبقى المفعول بعدين وعليكم السلام المفعول او الابجيكت بعديه am او is او 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 بعدين التصريف التالت cheetahs cheetahs دول جمع فهياخدو r وبعدين pp fed daily كل يوم لازم نبقى واخدين بقى من هنا من جزء معين ان انا لازم مبقى مراجع التصريفات بتاعة الافعال خلوا بالكوا الجزء ده مهم جدا فيه تصريفات الافعال لانه ممكن يجيب لك m و is و r عادي بس يشلك التصريف التالت لو انت بقى مش حافظ التصريف التالت ايه هو هتختار غلط فهنا الجزء ده مهم جدا ان انا بقى عارف التصريف التالت بتاع الافعال فراجعوا التصريفات الجداول اللي كانت موجودة في الكتاب التصريف التالت بتاعها لازم لازم تراجعوه تمام جزء ده مهم ال pp لو انت مش عارف التصريف التالت خصوصا بتاع الافعال اللي هي الغير منتظمة هتختار غلط فده تريكة تانية في الجزء ده اللي عارف نفسه انه هو مش مراجع التصريفات بتاع الافعال اللي هو التصريف التالت يراجعوه علشان ما يختار شغلط يبقى دي اول حاجة المبني المجهول او الpassive في الpast في present نيجي التاني جزء اللي هو الاخضر ده هنا في الpass في الpass معناها تغيير بسيط انه verb to be هنا هيبقى يا was يا where the videos were posted yesterday الفيديوهات اترفعت او اتنشرت امبارح طبعا عن yesterday فهتاخد was او where لازم يحط لكم علامة في الجملة تعرفوا تختاروا منها verb to be اذا كان was او where وبعدين طبعا pp التصريف التالت بتاع الفعل تالت حاجة future وزي ما قلت لكم الموضوع سهل جدا future هنا هسيب will زي ما هي بس هنا verb to be هيجي في المصدر بتاعه اللي هو be هكتبها لكم تانية علشان الناس اللي دخلت متأخر جملة passive عمتا جملة المبني المجهول عمتا بتبتدي بالobject علشان هو المهم بتبتدي بالobject علشان اهم من الفاعل وبعدين ييجي بعدي verb to be فأي زمن بقى يعني verb to be ده هو اللي بيتغير الزمن بتاعه على حسب الجملة لو الجملة present مضارع هيبقى verb to be ده am is or are معتمد على المفعول على الobject اللي انا ابتديت به لو الجملة في past فيها yesterday فيها last فيها go فيها اي حاجة للpast هتبقى was aware على حسب برضو الobject لو الجملة future هتبقى في will قبلها وبعدين be اللي هي في infinitive وبعدين التصريف التالت بتاع الverb الاساسي باختصار ده الpassive لازم الجملة تتكون من التلات اجزاء دول verb to be ثابت معايا ولكن بيختلف باختلاف زمن الجملة حد متلغبط اعيد حاجة طيب ده كده ده كده كان الجرامر اللي عندنا في اليونتين الاولانيين المبني المجهول الpassive والphrase verbs بأكد عليكم الphrase verbs مهمين علشان بيلغبطوا لو انا مش حافظ حرف الجر اللي بعد الفعل هاختاروا غلط وبالتالي معناه متغير لان phrasal verbs هو حرف جر بيجي بعد الفعل بيغير معناه فانا لو مش حافظ الفعل مع حرف الجر معناهم ايه مش حارف اختار على حسب معناك جملة تعالوا بقى نروح ليونت 7 يونت 7 كنا بنتكلم على اختراع كده مهم ان احنا عندنا البلاستيك كان بيبوز البيئة وما بيتحللش وبيفضل في التربة فاختراعوا اختراع اول كلمة اللي هو اللي هي ادوات مائدة يعني شوك معلق وسكاكين بس قابلة للأكل يعني انفع بعد المتخلص والكلام والكلام دا كل فكان عندنا كلمات edible cutlery decompose اللي هي يتحلل البلاستيك ما كانش decompose ما كانش بيتحلل لكن edible cutlery حتى لو ما اكلتهاش ورمتها هي هتتحلل decompose من مواد صديقة للبيئة فهتتحلل glow in the dark بين ورف الضلمة توت عن خامون recycle يعيد استخدام junk food اللي هو fast food زي الburger والساسج والفيزا الحاجات اللي انتو بتاكلوها من المطاعم اللي برة chips دي البطاطس أو chip seed bird seed البذور اللي بيكلها الطيور لو حد مربي عصفير بيكلوا أكل معين كده شبه البذور inventions اختراعات angel fish اللي هي السمكة اللي عندها جناحات فعشان كده سموها angel fish coral reef الشعب المورجانية pike path مسارات للعجل برة العجل ما يفعش يمشي في أي حتة ليهم مصار محدد في الطريق يمشوا فيه ومحدش عربات مثلا ما تجيش فيه أو الأشخاص ما تجيش فيه فعش العجل مثلا يمشي على الرصيف prevent يمنع filter straw دي الاختراع التاني علشان ينقوا البحار والأنهار والمحيطات من البلاستيك عملوا حاجة اسمها filter straw شفاط لتنقيط المية competition مسابقة the future مستقبل king bird feeder ده الوعاء الصغر اللي بتحط في القفص بتاع الطيور اللي بتحط لهم فيه المية والأكل clothes pens اللي هي المشابة بتاعة الهدوم blog مدونة كتابة على النت healthy smooth smooth اللي هو ناعم سطح بتاعه أملاس ناعم بعد كده sea turtle driverless السيارة اللي هتبقى في المستقبل هتبقى حاجة إلكترونية كده انت تدخل تحدد له المكان اللي انت عايز تروحه وهو يمشي مفيش سواء هو ماشي في مصار محدد هو عارف انت عايز تروح فين بنت اللي بتدخله المكان interactive تفاعلي excess يوجد pain ألم paste معجون اللي هي toothpaste paste لوحدها معجون tooth paste معجون أسنان knives جمع سكينة knife blow محراف بتاع الأرض اللي بيقلب الأرض زراعية solution حل effect تأثير bacteria اللي بتبقى في الأكل اللي مش نظيف أو فيه منها طبعا بكتيريا نفعة اللي بتبقى في جسمنا loop حلقة pops أصوات فرقعة control planetarium tooth paste mint نعناع gate post العمود بتاع البوابة spoons معالق engines المحركات problem trap مصيادة أو فخ not كيف الأول مش بتتنطق دي العقدة لما تربط الحبل تعقده تبقى دي not rope الحبل بعد كده عندنا exciting period period اللي هي فترة من الوقت ink flower دقيق هنا magazine diseases أمراض اللي بنستخدم لها vaccinations التطعيمات safe rice دي كانت الكانيمات بتاعت unit 7 unit 7 الجرامر بتاعنا كان بيتكلم على second conditional بما أنكم في سنة خمسة أخدتوا zero والfirst conditional لو حد فاكرهم طبعا فبيكمل عليهم هنا second conditional هفكركم هي إيه أصلا if conditional دي لو أنا قلت لك لو خلصت الواجب بتاعك هنخرج دي جملة شرطية ليه أنا شرطت عليك في حاجة تحصل إن أنت تخلص الواجب بتاعك هيتلطب عليها نتيجة إن احنا هنخرج فدي اسمها conditional جملة شرطية لأن فيها حاجة لو اتحققت هيتلطب عليها الجزء التاني ما اتحققت شي بقى التاني مش هيحصل تمام؟ فهمتوا الجزء ده ليه سميناها أصلا if condition لا يا محمد مش هنحل احنا هنرجع للشرح بس فهمتوا ليه سميناها if condition علشان if دي أداة الشرط اللي لو حصل الشرط اللي بعدها النتيجة هتحصل دايماً أي if في الدنيا بتتكون من ثلاث أجزاء if اللي هي الشرط الأداة ذات نفسها وبعدين الكلوز أو الكوندشن اللي هي الشرط الكوندشن وبعدين احطلكوا بعدها كومة عشان تفتكروا ان هي لازم بقى بعدها كومة وبعدين النتيجة الرزلط اللي هي ترتب عليها دول سبتين مش بيتغيروا اللي بيتغير الزمن بتاعهم زمن الكوندشن وزمن النتيجة احنا بقى عندنا الحالة التانية بتعبر عن حاجة يستحيلها تحصل لأنه السنة اللي فاتت اخدنا الحاجات السبتة والحاجة اللي محتمل تحصل لكن دي بقى انا بتكلم على الماضي مش عالفة لو كان ايه حصل كان ايه هيحصل اريدي خلاص ولا دا حصل ولا دا هيحصل انا بتكلم على حاجة ايه في الماضي مش هترجع مش هنرجع الزمن لورا فده موقف خيالي مش هنرجع الزمن لورا خلاص عندنا بقى الكوندشن بتاع if past simple past simple اللي هو ed او irregular ويتنفي بdidn't بفكركم ايه هو ال past simple والنتيجة بتاعتها would او could والانفاناتب would او could والانفاناتب طبعا could لو الجزء دا بيعبر عن المقدرة would العادي لكن الكود بستخدمها لو النتيجة بتعبر عن المقدرة ممكن ما يفعش يفترقوا وهنا الشرط بتاعها هو past simple واضح النقطة دي يعني في الحالة بتاعتنا if لازم ييجي وراها past simple لازم ييجي وراها past simple زي هنا if i went in a time machine يعني انا لو ركبت لو كنت رحت في time machine i would go to ancient egypt هابقى عايز اروح ancient egypt ولا انا ركبت time machine ولا انا هروح ولا انا هرجع حالة خيالية مش هتحصل عكستها بقى i would go to the future هروح للمستقبل لو ركبت time machine برضو ولا هركب time machine ولا هروح للمستقبل حالة خيالية مش هتحصل هي في past مش هتحصل بصوتك بقطع الصوت بقطع ممكن يبقى النت عندك بس بيعلق وهيرجع انا عزي رجع تمام يبقى احنا عندنا الجزئين بتوع الجزئين بتوع if condition والresult ممكن الresult تتحرك لكن condition لازق في if على طول اللي هي الشرط تقولك لو حصل كذا ما ينفعش يفترقوا عن بعض لو حصل كذا ما ينفعش يفترقوا عن بعض فهنا if لازم تختار وراها past simple والنتيجة would والinfinitive ده العادي would والفعل في المصدر لكن code لو بعبر عن مقدرة code لو بعبر عن قدرة او مقدرة وطبعا لو سؤال هيجي السؤال مع الجزء التاني if you had a lot money لو معاك فلوس كتير لو كان معاك فلوس كتير would you buy a phone هل هتشتري التليفون عادي غير الجزء التاني النتيجة لسؤال فتيجي عادي نفي wouldn't او couldn't او صغة النفي انه وتبتدي الاول would you buy a phone هل تشتري التليفون if you had a lot of money زي ما قلنا ممكن نغير او نبدل الترتيب بتاعهم نجيب بالنتيجة الاول وبعدين الشرط صعبة حد حد متلغبط في حاجة عيدة نس شكرا لا نس شكرا طبعا تاني جزء في اليونت ده هو as 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 دي بتعبر عن المساواة في الصفة احنا خدنا قبل كده طبعا المقارنة والتفضيل هنا as as بتعبر عن المساواة او عدمها طبعا او مش المساواة بس هنا as و as ما بيفترقوش عن بعض وبينهم الصفة سواء قصيرة او طويلة من غير اضافات خالص ولا er ولا est عشان ما تتلغبطوش بينها وبين المقارنة والتفضيل هنا الصفة بتيجي من غير اي اضافات تمام بنقول حاجتين اقول لك مثلا احمد as طول as علي احمد في نفسه طول علي طب هما مش طول بعض ممكن اقول عادي احمد isn't النفي هنا في verb to be احمد isn't as طول as علي احمد مش نفسه طول علي معناها ان علي اطول تمام بس هنا نركز في انه الصفة ما فيهاش اي اضافات الصفة في مصدرها ولا er ولا est ولا قبلها more ولا than ولا less ولا اي حاجة خلاص من اللي كنتوا بتاخدوها في المقارنة والتفضيل اللي فيها er و est الصفة زي ما هي as good as ثلاثة اجزاء ما بيفترقوش عن بعض طالما شفت في الجملة as يبقى انت هتختار as تانية في الاختيارات شفت as و as يبقى هاختار الصفة من غير اضافات ده كل اللي ممكن يعمله انه هو يا اما يشير واحدة من as وانت هتختارها يا اما يجيب لك الصفة فيها er وفيها est من غير اضافات وتختار as مع as سهلة صفة وهنا نفس الفكرة وهنا نفس الفكرة برضو نفي عادي traveling wasn't as easy as today الصفر ما كانش زمان سهل زي دلوقتي برضو نفس الفكرة easy as easy as دي مقطع مش بيتغير النافي جي قبلهم النفي جي قبلهم تمام طيب نروح بقى ليونت 8 يونت 8 كان عندنا الكلمات anxious determined عازم يعني حد مصمم يعمل شيء مش بيستسلم بسهولة embarrassed مخرج independent مستقل بيحب يعمل حاجة by his own بنفسه patient صبور awesome رائع event experience unsure مش متأكد cookies advice energy pasta team extra competition confused متحير أو متابق opinion رأي leader leader قائد follower تابع leader عكس follower confident واثق من نفسه independently باستقلال independently برضو فكرة يعمل حاجة بنفسه أو مستقلة عن حد تاني future goals أهدافك المستقبلية interest اهتمامات طبعا ده كان الجزء الأخير اللي بتكتبوا فيه باراجراف عن نفسك وإيه أهدافك المستقبلية إيه اهتماماتك sneakers اللي هو الكوتشي حزاء الرياضي اللي هو الكوتشي compass البصلة option اختيار success النجاح ده النون successful ناجح ده الشخص ناجح scientist inventor عالم scientist ده زي الباحث بيبحث في الأشياء لكن inventor المخترع اللي هو بيخترع حاجة من العدم حاجة مش موجودة أساسا introduction مقدمة لو بكتب عن موضوع محدد stop heading موضوع فرعي أو عنوان فرعي adventure مغامرة backpack حقيبة الظهر topic موضوع وآخر جزء عندنا presentation بعرض موضوع معين بشكل presentation unfortunately لسوق الحظ curious شخص فضوري ببعاة يسأل أو يعرف عن كل شيء اسمه curious aquarium ده اللي هو معرض الأحياء المائية اللي بنروحه عشان نشوف المارين animals الحيوانات المائية rush في صورة فعجلة لما قول مثلا fullan in rush يعني مستعجل afraid خايف دي كانت الكلمات اللي عندنا في unit 8 تعالوا بقى نشوف ال language كان عندنا أول حاجة present continuous المضارع المستمر المضارع المستمر زمن بيعبر عن حدث بيحصل في الوقت الحالي في وقت ما أنا بتكلم هياخد فترة ويخلص بذاكر هياخد فترة ويخلص بصفرج على التلفزيون هياخد فترة ويخلص بنضف أوتي هياخد فترة ويخلص whatever وبخسل العربية هياخد فترة ويخلص بلعب كورة هياخد فترة ويخلص مستمر في الوقت بتاع الكلام هياخد فترة ويخلص تعالوا كده قبل ما نشوف التكوين بتاعه تعالوا الافتكر الـ present continuous ده بحاجة مهمة جدا يعني هحاول هحاول ابتكر ده تفتكروا ايه تخيلوا ده ايه برغر برافو لو اعتبرنا ان الـ present continuous ده عامل زي sandwich al burger عامل زي sandwich al burger ينفع البرغر يبقى فيه جزء من التلاتة دول مش موجود ينفع نا ننفعش هم التلات اجزاء بتوع الـ present continuous نفس sandwich al burger ما ينفعش بقى واحد فيهم مش موجود فوق عندي subject الفاعل اللي في النص عندي verb to be اللي هو هنا am is are وتحت خالص عندي الـ verb اللي اخره ing الـ verb اللي اخره ing دول التلات اجزاء بتوع الـ present continuous اللي ما ينفعش يفترقوا عن بعض زي صاندويت شيل برغر ينفعش حاجة التاكل لوحدها ما ينفعش حاجة تبقى ناقصة ما ينفعش مكون من المكونات يبقى ناقص الاستخدام بتاعه علشان اعبر عن action that is happening now بيحصل دلوقتي ايه ايه الكلمات اللي بتعبر عنه listen اسمع كده يبقى في حاجة بتحصل دلوقتي look برضو post كده يبقى في حاجة بتحصل دلوقتي بعد ما لينك يفصل ندخل على طول بعدها مش هنستنى today now at present رأة الحاضر at the moment في الوقت الحالي كل دول كلمات بتعبر عن present continuous امثال عندنا they are watching tv now بيتفرجوا على التلفزيون دلوقتي listen the girl is singing بنت بتغني دلوقتي عشان بقول له اسمع طيب الجزء بقى اللي احنا ما عرفناهوش او ما خدناهوش قبل كده انه present continuous ممكن نتكلم عن future المستقبل بي وعليكم